السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة سلوى دي زد ان شاء الله رأيكم كامل بخير و على خير و شكونا بزاف على تعليقات ديالكم ربي خليكم لي ان شاء الله و نتلاقاوا في ساعة خير ان شاء الله و على شلال ان شاء الله ربي يجمعنا في جنة الفردوس اول حاجة كعينة مشتركة قاتلي سلوى اولادي بزاف صغار و عايشة مع ناس داري يعني فغي ما راني حاصلا في الوقت كيفاش نضم مع التربية و كامل هاد الحاجة فكرتني في واحد لو ميساج كنت سوف نقوم بحاجة نحكم ورقا بستيلو و نبدأ نقول لها و ماذا لازم و بعد تفكرت واحد نهار يعني كيف بدت نفكر مع روحي و ماذا لازم نقولها اكزاكت باش هكذا على اساس اني نقنع انا نحب كي نمد حاجة يعني لو انسان لازم يقتنع بو شراكي تقول له باش صح يديها بعين الاعتبار اولاك انا وش درت فكرت واحد نهار عندها بزاف شوفوا قعدت نحوز شوفوا ماذا راهي الساعة راهي الحداش و نصرا هم العقدين انا جيت ندير هاد الميساج هاد الفيديو بلوتو قلت وش ندير جيت للسالون تفكرت هاداك الميساج تاع راجلي كان بعت لي واحد لا فوتو في الميسنجر عندها شحال عباكم بقعدت نحوز عليها نحوز عليها ديت تليفون ديالو هو يخليه في اللي يتشارج اشفورا ومدي شارجي باش كينود صباح يبديه معاه جيت ندير هاد الفيديو وما نقدرش يعني تليفون تاعي نصور لكم به ونور لكم الميساج تصويرا لي بعت هالي يعني انتو ما كي تشوفو هكا قولوا لي اسك هاداك قصف ولا شكر ولا وش تفهموها يعني كل واحد وعقليته اول حاجة يعني نروح لهادك الميساج هاي لك يعني بشتوفو هانا الميساج هاهو شروش بعتلي هاد الافوتو بليوتو يعني هادا الميسنجر ديالي ديجا ندير اللامين فوتو تاع اليوتيوب شوفوا الفوتو اللي بعدها هاي لك ضيتو كي نظيف ومرتب دائما اذا انتو امو سيئة وما تشوفو احنا تعرفونا يعني هاي لك يعني هادي الحياة مو عندها بزاف قبل ما يجيبو الحوايج كنت يعجي انا كدرت معكم فيديو نها اللي راحت والبست هادي الها اللي جابو الحوايج لكي تشاهدون المساجة لديهم ومساطقين لكي تكون الفيديو أكثر مصداقية هادي وحبيت أن أردتها لكم تشاهدون هذه الصغيرة كما نقولون بصحة صغيرة لكي تشاهدونها كبير لو كان هذه الصغيرة لكي تشاهدونها لكي تشاهدونها لذا أنا أم سيئة وراءت لو أنها كي تشاهدونها لأنها أردتها ويقول في الصغر لأن الامت التي تشاهدتها لها لا تشاهدونها ولا حكس لا تشاهدونها كل واحدة لو كانت الحقها لانتظارها لا أستطيع أن نرغبها ونرغبها ون الأساس ونقوم بالآخر لو أنك كانت أيضة لكي تشاهدون الوحشية لا يوجد الرومانسية في الجزائر المهم ما تبقي نقرأ تعليقاتكم لنرى كل واحدة كيف من هذا المنبر واذا أريد أن نقول لك؟ أريد أن نقول لكل أم لكل أم عندها دلالة صغيرة نقول لك أن يجب أن يلعبوا ويحطوا في شامبراتهم يجب أن يكون لديهم مكان محدد في شامبراتهم يديروا فيه رأيهم هذه بين قوسين هذه شيء مهمة لكن يجب أن يتفل باش يكبر باش ينمو هذه كامل لازم يخرب لازم يحوز لازم يدير بزاف حاجات لنكبرنا عليهم لا نستطيع أن نرى هذه الحاجات مهمة بالنسبة لهم وهي الوقت هو الحياة يعني يا ربي يسألنا عن أربع خصال هكذا بش نكونوا متفاهمين يسألنا عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه هذا يعني علمه بلوتو يعني إن شاء الله هكا أي حاجة أنا كنت سبب باش أني علمت هلكم ولكسوس وفليستيتيك ولا أي حاجة هكا معلومة تديتها مني ولا طبخ ولا أي حاجة إن شاء الله تقعد في ميزة الحسنة إن شاء الله وتدعوني بالخير لذلك أنا وش نجاوبها نقولها أول حاجة أختي لازم إدارة الوقت والتنظيم دياله لازم شوفوا احنا لازم كل حاجة بالورقة وستيله كيفاش ستنظمي وقتك أول حاجة لازم تبدأ بها أنك تنوضي بزاف بكري نوض باكيرا ماشي بزاف بكري نقصد بها بس في علا بلكم شوفوا أنا ما أقول لكمش بلي أنا ياراني مثالية كما نقولون من ذاك نعجز نقول لا لا ولغ نزيد نرقد نزيد نرقد نزيد نرقد نلقاها العشرة نلقاها الحدى شعلش لا لا يلاقيتي ولداتك صغار وما يقرا وشيتو لذلك تعزي هي على أساس أنها تكون في معدار رجلها لذلك اوتوماتيك موبينة تنوضي بكري أنا وش ننصحك أول حاجة أنك تنوضي بكري إلا ولداتك ما زالهم راقدين خليهم يرقدوا انتي بدي شوفي الأولويات تاعك الأولويات ديالك على أساس كيفاش تنظميهم صدقيني يعني ربي حيحاسبنا على الوقت لذلك تنظيم الوقت بكريم مهمة لذلك تنظيم الوقت بكريم مهمة أتمنى أن كل واحدة ترى هذا الفيديو تدير في بالها بالتأكيد من المسؤولة على هذا الوقت لذلك تعرف تستغله أحسن استغلال وتعرف كيف تدير فيه لذلك تبعي الأولويات تاعك إلا عندك كما نقول هنا عندك عندك حوائج تغسليهم أو عندك قرونة لا يجب أن نبدأ لذلك لا تقول مني أن نبدأ لذلك تنظيم وقفة وهنا يتلقى شغل هنا شغل هنا شغل هنا وتقول يا أخي مني أن نبدأ ديري مني في بالك بالك باللي هذه الجملة لي قلتها لعمرك حتى ترجعك لذلك ستدير لك الكاسل لذلك أول حاجة أبدأ بالحاجة عندك خدمة أبدأها اليوم عندك هذه نحيها من الحساب هذه الأولوية الثاني حاجة لازم لك جدول شوفي جدول هذي بثاف مهمة سواء لي قاعدة في الدار أو لي خدمه لازم لك هذي الجدول وش تديري فيه أول حاجة يكون عندك جدول تاع الأكل الأكل الطيبي بالسمانة تحطي عندك هاهو جدول ديالك تكتبي لهم الزبت تزيدي لهم الأحد الأثنين بالعجز يعني هكذا تكملي كامل السمانة تديري عندك الفطور ديالك وشنه هو الفطور قال فوالا والعشاء هاهو وخلينا من القهوة والله هذيك حاجة واحدة أخرى اللي نعجز عليها حنا بوكو بلوس نقعد وحبسين وش نقوله وش الفطور وش العشاء ونقعدوا حاصلين ما كاش كي ما تنظمي وقتك بالورقة وستيله قال فوالا انا وش حنطي فطور نكتبها لا تنظمي يلحق عليك السبت كاريمن دي جانتي تكون يقضيت يقضيانك داع هات سمانة سيبون كل حاجة عندك في الدار اول حاجة السبت قال فطور انا رايحة ندير العدس العدس نروح ديرك تغير النوت صباح راهما راحو يقرأ ولي راح يقرأ راح يخدم شغولي سيبون شربنا قهوة ندنا درنا القهوة ديالنا مور القهوة تاعك وش تحطي وش تديري تروحي اول حاجة تديري الفطور ديالك يا طيب لفت تحطي هو راهي طيب انت راك تغسلي المعنى ديالك تاع الفطور ومانطان هو راهي طيب انت تروحي تبدأي شغلك اول حاجة ابدأي شامبرة بشامبرة يعني ابدأي توجوغ كمالي شامبرة اللوله باش تروحي شامبرة بزيان بداي توجوغ من الفوق الالتحت هاتي حاجة بزاف مهمة لعشة ديالك زعمان اقوله مثل حديري بيتزا بيتزا تعسل ودي الزاد بيان شخ المهم قلت لكم ديالك تغيير تلحق وقت تاع العشا تروحي تديري انتيا لعشا ديالك هاتي بزاف مهمة تنقص عليك ما تقوليش بلي ميش حتنقص عليها ولا غير صدقيني جربيها شوفوا اي واحد لازم المجاهدة لازم المجاهدة والصبر على برنامج معين وانك تسيري عليها هاتي هي الحاجة الوحيدة اللي حتنجحك الى ما نتضمتيش وقتك بالورقة وستيلو وديري بروغرام في حياتك واش طيبي واش تنقي شغل غير محا تفريها هتقعدة توجو في نفس الدوامة توجو ماكيش لاحقة ما تلقي وقت لروحك ما تلقي وقت لولادك ما يعني حتى المورال ديالك يكون كل حاجة عندك تولى عندك تولى عندك تولى كارها حياتك ولفات تهتمي بالنظام ديري ملح في بالك بليه حيكون عامل بشدده هذا الروح للحياة الزوجية صدقيني وقسيم بالله اي واحدة ديالك يقدر كل حاجة مستقيمة كل حاجة في بلاستها وغرام بليزير يجب كثير من المقصود منها إذا نظر إليها أسرتها ماشي جوست الشكل وإنما الشكل وحتى الترتيب وحتى الشتارة كل حاجة تدخل فيها لذلك من هذا الباب يعني الإنسان يحرص على أنه يؤدي واجباته على أكمل وجه هذه الحاجة اللولى الحاجة الدزيام لازم يكون عندك جدول تعشغل جدول تعشغل نقوله إحنا يا جدول شغل وش تديري فيه؟ عندك تقسمي الأعمال ديالك تقسميها على أساسك كين أعمال اللي لازم تديريهم أعمال يومية كما قولوا إحنا يا أو أعمال اللي تندير يوميا كما نطيبه الفطور العشاء هذه أبليجي لها غالب يعني هذه هي سنة الحياة كما نقوله لا مفر منها الأعمال اليومية عندنا أعمال لتندير كل سمانة عندنا أعمال أسبوعية وعندنا أعمال لتقدر يتستغنى عليهم ديريهم كل أسبوعين وكين أعمال لتندير كل شهر كما كين أعمال لتندير كل عام كما نقولوا إحنا يا مجزع ما نقوله بزاف تلقاو الشعب الجزائري كل ما يلحق لمدان كامل يسبغوا ويجبدوا كل حاجة لذلك أعمال كل شهر هنا تنظمي أحكمي ورقة وستيلو أنا توجه نقولها الإنسان أو أي وحدة يكون عندها ورقة وستيلو وتنظم حياتها كيف أشتمشي ستقيني وقسيم لا رح تنجحي كتسوا في تقسيم شهرية أو في شغلك في ماكلتك تنقصي على روحك بزاف وتلقي باستغلتي وقتك هنا نقوله الأعمال اليومية إذا وليدات كراهم راقدين في غير مراكعينة ارقضي معهم وقت المكلة هو مكلة يعني ما تلعبش فيه أو تروح تديري فيه حاجة وحدة أخرى وتجمعهم ومكانة يجب أن يأكلوا في وقت واحد وفي بلاسة واحدة يجب أن يأكل في الكوزينة أو في السالون وفي نصيه كل هذا يجب أن يأكل فيه حاجة ويجب أن يكون أكثر عليك ويجب أن تفهموا عليه ويجب أن تكون قبل في الليل كلما تذهب إلى الرقدي يجب أن تجوز على حاجة ومكانك تجوز عليهم ومسحهم أو تنقيهم تترح الطاقة السلبية وفي هنا مهمة العنكابوت العنكابوت يجب أن تنحوها من الدر لأنه تعطيكم طاقة سلبية لذلك سيجب أن تتقوم بأسفقة وكذلك لتحتاج المعرفة للمشاهدة لأنه أحاولا لكي نريد أن نكون من ملف تكتب وفي وقت أرى تغلق مع تكتب ومثالت يوجد لذلك فقط ومن خلال تترح عن طاقة كما قلو احنا بذكر الله يطمئنه القلوب لذلك تروح يتمسحي هاداك الابوسيار ديالي كله بيانسيوغ ماشي كل يوم كل يوم حات تمسحي الغبرة يعني الشغول ما نشح نعبدوه كاين بزاف كاين واحد الصورة كنت نتلاقى بها في الفيسبوك كان مكتوب عليها يعني فريما عجبتني إلا جيتولية يعني إلا كان جاني كاش ضيف ولقاء أنه السلة تعالحويج المسخين ما زالها هكاك هادا حبي يقول دلالة على أني نبدل الولادي حويج وإلا لقيتوا السلة تعالماع المسخة قانا هادا يدل على أني نطيب الولادي أوراهم يكلوا وإلا صبتوا قانا الأرضية ولا لجوبي ولا مسخة حبي يقول أني مخلي ياولادي اللعبو على راحتهم وقاء قالك إلا كنت حاب تجي تزورني أنا اللهم بارك يعني أي وقت أروح ومرحبا بك صحي إلا كنت حاب تجي تشوف البيت ديالي يعني أكحاب أعطيني رنديفو تم مستيكي لك الدار وأروح تشوفه وكما يقولون يعني اللي يقولون ناس زمان شغل عام يروح في ليرة الأولى الأولى أنك تمدي وقت لولادك صدقيني كل حاجة عندها أولويات وبيانسي عباكم البروغرام هذا ما يريد تمشي به ودري في بالك باليمين ذاك يعني يخسر لك علش من ذاك بعيد شرط مرضي ولا يمرض وليدك ولا يجيك هكذا عرس تجيك أي حاجة إماجين تمشي بالورقة وسيلو ويخرجوا لك كما احنا نقول وخرجت من القصب إماجين تمشي حياتك هكذا كبرك تقعدية الرقدي وتنوضي يعني حيات ما يكون فيها حتى حاجة نعم شوفي ديري توجو وقت اللي تكوني فيه كما قلت لك وليدك راه راقد نوضي أنت أخدمي شغلك ولا الرقدي معاه وبعدك يتنوضي اللي تربي الله غالب لازم الإنسان يعدروها الله غالب عليها هذه هي وإلا كانت دارك مع مرة بالفوضى ولا ولا ذاك أنا أقسم بالله يعني من ذاك تدخلي لصالة ديالي ما تلقي شوين تمشي تالما وين تروح تلقي لي جوي شوية منا شوية منا ما هذه هي يا ذاك ولا ذاك إلا ما يلقى وشراحتهم في الدار وين حيلقوا الراحة والناس لازم يساحفوا الله غالب يعني مع كل احتراماتي والله يعني مش يتروح يدري لهم الكبت هذاك جوغرانا عيارهم كما قولوا حنايا في الكازيرنا ولا حكم ديكتاتوري هتلر هادي هاكا ما تاكلش متلعبش كيني الناس هكذا ولا غير صدقوني على جال شغول ما يخلوش ولادهم ما بايت نفسه دونك هادي نقطة بزاف مهمة ما عليش أختي العزيزة إلى ولادك مواسنين ولا ما عليش مهمكش حيجو واحد الوقت وحيكبرو حتندمي على هاد المومات ولا غير حتندمي دونك كما قلت لك نقل لا دوش والولات والتاعكم حاشاكم قبل ما ترقضي بيانسع الكزينة لا تخليش فيها الماكلة ولا مسحيها قانا هاديتو جغمون لعشام عقصي المعن خليها ولف بنسبة لك كيتون وضي ستقيني حتلقي بلي شغول نقص عليك كاين عفايس زع ما كما قولوا حنا يا الفراش ولا وقتش يتغسل كل شهر ولا تبدله ولا كل زود سمانات اصفاق انتيا كيفاش وقتش تخرجه للشمس نظمي وقتك كل حاجة بالورقة وستيله وقال اليوم ندير نتوايج للشامبرة للشامبرة انو فضيها ننفذ ومبعدها غدوة مراكش حت عاودي تخدمي نفس الشغل غدوة دوري الكوزينة قال الكوزينة خدميها كامل ومبعد روحي لسطانو خدميها مليح جغة هادية حتولي لك شاك سوامان حتديري فيها حاجة الكبيرة ومبعد منو حاجة تقعد لك غير تأسياق مناش هنعبدو شغول ولا ولا غير كين اولويات في الحياة انك تديريهم ولا ما تعطيهم شوقت كي ما الشغل كين ناس بزاف وقتهم غير الشغل والماكلة هي انو شوفي مدي وقت لعمرك مدي وقت استغليه مع اولادك مدي وقت لروحك مدي وقت لزوجك شوفي دايما نديري سمانة نهار في السمانة ستيكي فيه يعني مدي وقت لعمرك ووقت مع اولادك نهار واحد اخر ديره قانا في سمانة جعم اقولوا في الويكند نهار العائلة كامل تروحوا تجتمعوا تروحوا الكاش بلاس او تخرجوا ولا ونهار يعني انتي وزوج زيارك او اصفق تروحوا لزيارة انتي اخترى داركم اخترى تروحي لدارهم او كاكي عايش معهم باون براف بانسرع يعني اخترى تروحي فيها لداركم وتوجو غانا اقول لولادها صغر ما عندهاش وقت باين وقت تخدم شغالتها دونك انتي غير تبروفيتي لوكازون تلقيهم رقدوا ولا كاين لشدهم لك ولا روحي نحي كما قلت لك نحيها منطريق عندي هادي عندي هادي الا ما كانش عندك وابليجي تقعد مع اولادك ولا سمحي لي اختي العزيزة كما نقول انا يا اولادك هما اولا وكلكم راعين وكله راعين مسؤول عن رعيته دونك هادي نقطة قانا بزاف مهمة نقولها لكم وان شاء الله هي لك وتنسيتكاش حاجة ولا يفكرونها فيها الاخوات او منطوا يعاونوك يعني ما كاش كما انا ولا غر كيف لو كان ننفع مشتركة واحدة من المشتركات ديالي هاديكية ونسمع منها دعوة خير بو ماخر من نروح ندير اي هاكا فيديو ما عندو حتى معنا ولا ولا نكون كاباب ننفع تبيح حتى انسان دونك انا هادي اهم النقاط وقت ان نقولك حاجة في الليل يعني تنظمي وقتك بزاف يعني تقدري مع الصباح وفي الليل يعني وقت العشاء اليوم الجنرال تلقاي الزوج كما نقوله يدخل داره مع اولاده ولا انتي قانت روحي نقصي كامل الحاجة اللي يكونوا نقصينك ولا وجدي حاجة قال الغدوات يشربوا بها قهوة ولا كما نقوله القهوة تعالى على السرقانة طيبي على خطره كين ندخلوا الكوزينة بش طيبي على خطره ومانتون مورها ادربها فيها هكذا تشليلا الله الله ستيكير وحكا وماسك وكما تتحرك ومنها الى قد تلقي وقت يعني كنت نضي بكري تحب انتيم الناس هذين يحبوا يرقدوا وانا غير شوفين تلقي الباركة في الوقت ومبعد تدري حتى تلقي انك تقدري تدري قيلولا تنكد ترقدي مع وليداتك وتبقى لك الاجونة عندك كامل وماذا تدري لفات تكوني بروغراميتي كل حاجة بينك كل حاجة في حسابها هذه هي مكاش طريقة اخرى من النقطة النظمية جدول لكل حاجة ولا كينا طريقة اخرى ماذا بي نحنا نستفادوا من الاخوات يعني لكل وحدة كما يقولوا انا نفيدكم بوش نعرف وبوش جربت وانتو ما كانت تفيدوني بوش ركو تديرو ولا نستفادوا منكم هذه هي انقلكم خياتي تهلا وفرحكم في صحيحتكم وفي امان الله سلام